اهلا بحضراتكم من جديد في نشرة الأخبار ولسا مكملين معاكم آخر الأخبار الموجودة هنروح لأخبار اتحاد كرة القدم وأول خبر بيتكلم عن البشمهندس هاني أبريدة رئيس الاتحاد لكرة القدم إنه هيعود إلى القاهرة بكرة إن شاء الله بعد إجراء بعض الفحصات في فرنسا وبالتالي كان مفروض إنه يعود اليوم من رحلته طبعا بعد الاجتماع اللي كان موجود فيه فيه كونجرس الفيفا وبالتالي فضل إنه يسافر على فرنسا لإجراء بعض الفحصات الطبية علشان يعود إلى القاهرة غدا إن شاء الله طبعا يعني نعزي المهندس هاني أبريدة رئيس اتحاد كرة القدم فيه وفاة أخوه طبعا يعني البخاء لله وأكيد طبعا يعني خالص التعازي للبشمهندس هاني أبريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري وبالتالي ده الخبر اللي هيخدنا على الخبر اللي بعديه إن اتحاد كرة القدم بيؤجل اجتماعه الخاص باختيار خليفة مستر هكتور كوبر بعد يعني المستوى السيء اللي ظهر به منتخبنا فيه كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا بعد خسارة ثلاث مباريات من الجانب الأرجوياني والروسي والسعودي وكان كمان الخبر أو الخبر خاص أو متعلق ببعض الأعضاء أيضا اللي ما كانوش متواجدين في القاهرة وبالتالي الاجتماع يتأجل علشان يتم وضع الملامح الخاصة باختيار المدير الفني القادم منتخب مصر عنده مباراة في التصفيات في شهر تسعة القادم وبالتالي في بديل طبعا المدير الأجنبي موضوع والساحة الرياضية لكن العالمية والساحة الرياضية لكن الاختيار الأول والأخير يعني أنا شايل اللي أتصنع لك من نجحتنا مع المدير الفني المصري لكن أكيد الوضع كان مختلف في السابق لكن تحدث كرة أكيد قادرة مني ومن حضراتكم في اختيار المدير الفني القادم بأمل عن نفسي أن يكون في استراتيجية موجودة يكون في خطة محطوطة علشان نقدر أن احنا إن شاء الله نكمل على نفس المستوى ما يكونش وصول لكأس العالم ده معجزة أو صعوبة أن احنا نوصل لكأس العالم كمان بطولة أفريقيا نحنا ما نبقاش موجودين لتلات نسخ سابقة ويقول أن احنا مستر كوبر وصلنا بعد إخفاق ثلاث بطولات أعتقد أنه ده أمر مؤسف جدا على منتخبنا المنتخب الأكتر تتويجا بطولة أفريقيا في ألقارا كمان منتخب مصر يملك أو يمتلك لعيبة على أعلى مستوى عندنا أحسن لعب في الدوري الإنجليزي عندنا أفضل لعب هداف في الدوري الإنجليزي عندنا لعب يرعب في أرستن عندنا تنين لعب يلعبوا في الدوري الإنجليزي سواء رمضان صبح أو أحمد حجازي يلي لازم إن شاء الله المدير الفني اللي يكون موجود احنا بنتطلب منه حاجتين احنا نحط له استراتيجية يمشي عليها نحنا دايما يكون عندنا طموح وأمل مش وصول لكاس عالم ولوصول لأمم أفريقية وشكرا على كده لا يعني طبيعي جدا المنافسة على بطولة أفريقيا والتواجد في كأس العالم ويعني أداء فني أداء بشرف أداء أنه هو يعني يمتع نتمتع به لعيبة جوه الملعب تتمتع به الجمهور من خارج الملعب يتمتع به نلعب بمستوى يتناسب ويتماشى مع إمكانيات المنتخب الوطني وحجم اللعيبة اللي موجود شفنا منتخبات ممكن تكون أقل من إمكانيات المنتخب المصري وبتأدي بشكل رائع جدا ما عندهاش حاجة تخسرها وجودها هي عارفة أنها مش هتروح تاخد بطولة كأس العالم لكن رايحة تعمل أداء مشرف منتخب روسيا مين كان يتوقع أنه يبقى موجود في دور التمانية ولا حد كان يتوقع لكن مدير فني عارف إمكانيات لعبته وعنده محترف واحد بس بيلعب في فياريال بس هي دي كل إمكانيات المنتخب الروسي يلعب على رأس ماله وهو اللي يقل بدني وأنه هو يجاري كل المنتخبات اللي يلعبها لأبعد وقت ممكن فيه المباراة فبالتالي يحصل هبوط فيه المستوى البدني عند المنتخب الآخر وأن منتخب الروسي يحافظ على مستوى البدني فبالتالي يعرف أنه هو يجاري منتخب الروسي يقدر أنه هو حتى منتخب مصر كان خايف منه في أول المباراة شوط أول منتخب مصر متفاوك ما فيش ولا فرصة خطرة على المنتخب الروسي عاد من جديد فالموضوع كان ثلاث هدف مقابل هدف لكن إن شاء الله بنأمل فيه الفترة القادمة اختيار جدير فني يتناسب مع طموحات وإمكانيات منتخب مصر إن شاء الله شكرا